بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا استعين اليوم إن شاء الله سأقدم قانون تعارض المصالح والهدف من هذا القانون يفصل العمل النيابي والرقابة عن الأمور المصلحية والمناقصات والتجارة والاستفادة من الأمور الأخرى على سبيل الاستشهاد نفس قضية الإيداعات وتضخم حسابات بعض النواب عندما ارتفعت أرصدتهم في الملايين اليوم لا نقبل إطلاقاً على أي نائب أن ترتفع أرصدته ويضعف الرقابة وتكون له مصلحة فهذه القضية هي قضية أساسية وخاصة في تاريخ 18-10-2012 كان هناك بيان من نائب العام السد الفراق التشريعي ورح أقدم هذا القانون لسد الفراق التشريعي الهدف من هذا القانون أن يفصل الأمور التشريعية والرقابة عن الأمور المصلحية كما ذكرت فدور النائب اليوم الرقابة التشريع أي نائب المفروض لا يوجد إلا المصلحة العامة وهي المصلحة الوطنية ولا تكون هناك مصلحة سواء مع رئيس الوزراء أو الوزراء أو الحكومة بيأكملها فالقضايا حصلت كثيراً أن بعض النواب يحصلون حيازات زراعية أو أراضي صناعية أو كاش أو عطايا أو شيكات وكل هالأمور هذه تعتبر مجرمة وفق هذا القانون فالهدف الأساسي النائب يسلط الضوء على القضايا الوطنية ويراقب بشكل صحيح على سبيل المثال إذا كان نائب عنده مناقصة شون رح يحاسب الوزير التي عنده مناقصة في نفس الوزارة فقضية الإداعات هذه ما رح ننساها بتاتاً والهدف من هذا القانون هو تحقيق الرقابة الفعلية كثير من الأمور يحصل النائب عنده مصلحة شخصية وتضعف الرقابة وحصلت في مجال السابقة في مجلس 2009 في مجلس أيضاً في 2013 عندما خرج أحد نواب واعترف صوته صورة وذلك في تاريخ 12-4-2014 عندما ذكر أن أخذ أموال من مجلس الوزراء في إحدى القنوات وصوته صورة وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً وهذا الكرام حد قوله قال في القنوات وكذلك في قضية الإداعات في مجلس 2009 فالقانون هذا يعتبر أي نائب ياخذ شيك أو عيني أو عطايا أو هدايا أو كاش أو أراضي تعتبر مجرمة على طول ما لا داعي يثبت أن هناك رشاوي لا فوق الرشوة أنه يثبت مدام فيه تعارض مصالح على طول هي مجرمة البعض يقول أنه قانون الرشوة موجود صح موجود ولكن من الصعب جداً أنه تثبت الرشوة فهذا القانون مجرد ما أنت تتراقب مو بس أعضاء مجلومة أيضاً أي وظيفة قيادية مجرد ما تكون لك مصلحة يعني إذا نائب خذ شيك أو خذ عيني أو خذ كاش على طول تعتبر مجرمة ما يقدر يقول أنا وروح أعطي عطايا لا يمكن النائب يصير كريم من شي صغيرة تبي تمارس العمل الخير تطلع من البرلمان ولكن أنت تتراقب بشكل صحيح يفترض أنه ما عندك أي مصلحة إلا المصلحة الوطنية كذلك الأمور المناقصات البعض ترسل المناقصات في المليارات يمارس العمل النيابي بنفس الوقت يكون الثراء عن طريق المجلس اليوم المجلس ليس شركة مقفلة فالأساس إذا تبي تدش المجلس فوق أنه تقدم إقرار بالنسبة لكشف الذمة المالية لمكافحة الفساد أيضاً أنك تفصل المصلحة التجارية والشخصية عن المصلحة العامة فهذا القانون موجود في كل الدول المتطورة قدمت هذا القانون في مجلس 2013 وركن في الأدراج ورح أقدم الحين مرة ثانية والهدف منه سد الفراغ التشريعي كما ذكرت قضية الإيداعات ما رح ننساها ورح نثبت كل الأمور اللي قلتها بالسابق في الأرقام والأدلة والتواريخ أن كل اللي ذكرناه كان صحيح فهذا القانون اليوم يسد الفراغ التشريعي والأمور النقصة في القانون أي نائب اليوم ياخذ شيكات أو كاش تعتبر مجرماً فق القانون هذا الهدف الأساسي تحقيق الرقابة الفعلية شكراً للمشاهدة أمور النقصة في إجراء سطحونك في حالة مجرم أو مجرم الآن القضية الإيداعات أنا ما رح نسأها وذكرتها بالسابق وأؤكدها مدى صحة هذه القضية وتقديم هذا القانون أن نسد الفراغ التشريعي لكن أيضاً الاستمرار لكشف الحقائق أنا قلتها بالسابق أنهم 13 نائب أقل نائب خذ سبعمة ألف أربع نواب خذوا من تقريباً مليون للمليون ونص ثلاث نواب خذوا ثلاث ملايين نائبين خذوا أربع ملايين نائب خذ ست ملايين نائب خذ سبع ملايين نائب خذ تسع ملايين وسبعمية هذا في مجلس 2009 قد الأمور تتكرر لذلك حطينا هذا القانون أن يحمي المؤسسة التشريعية ولا يضعفها نحن نقول نحسن النية في أغلب النواب ولكن في القضايا حصلت لذلك الوقاية خير من العلاج قدمت هذا القانون في مجلس 2013 وركن في الأدراج أرد أن أقدم هذا القانون مرة أخرى الهدف الأساس هو تحقيق الرقابة الفعلية سواء النائب لا يأخذ مناقصات النائب لا يأخذ كاش أو تشيك أو غيره النائب لا تكون لها مصلحة إلا المصلحة العامة ولا تكون لها مصلحة شخصية حتى لا تضعف الرقابة أيضا النائب لا يمكن يقول أنا فعل الرقابة وهو عنده مصلحة يمارس العمل النيابي وبنفس الوقت يستفيد هذه ليس شركة مغفلة مجلس الأمة ومجلس الشعب التحقيق الرقابة الفعلية وأيضا التشريع فقضية الإداعات مستمرين فيها ورح نكشفها لكن الآن نقدم قانون ونسد هذا الفرق التشريعي ورح نستمر في كشف هذا القضية وأنا وعدت الشعب لكويتي إنها القضية لن أنساها حتى لو كانت قديمة يجب إثارتها لا يمكن النائب تتضخم حساباته وتكبر أرصدته بنفس الوقت يقول لك أنا براقب إذا من وين لك لش ما أثبت هذا شيء وخاصة أن قضية الإداعات كان قرار النيابة حفظت في نقص في القانون وهذا البيان وأيضا لا عقوبة إلا بنص وحطينا هذا النص ليسد الفرق التشريعي ويكون القانون كامل لأي قضية قد تحصل مثل ما صارت قبل